سبعة وعشرون الفاً وستمائة وتسعة وعشرون طالباً وطالبة إجمالي عدد المقبولين في مختلف مؤسسات التعليم العالي للعام الأكاديمي الفين وثلاثة وعشرين الفين واربعة وعشرين وذلك وفق نتائج الفرز الأول التي أعلنها مركز القبول الموحد وبلغ إجمالي الطلب المقبولين في مؤسسات التعليم العالي الحكومية خمسة عشر ألفاً وثلاثمائة وثمانية وخمسين طالباً وطالبة فيما بلغ عدد المقبولين في البعثات الداخلية في مؤسسات التعليم العالي الخاصة عشرة ألاف وثمانمائة وتسعين طالباً وطالبة وتم قبول ستمائة وتسعة عشر طالباً وطالبة في البعثات والمنح الخارجية ووصلت نسبة المقاعد المشغولة من إجمالية عدد المقاعد الدراسية ثلاثة وتسعين بالمئة وستكون إجراءات تسجيل الطلب المقبولين متاحة بدءاً من يوم غد الخميس حتى يوم الأربعاء الموافق الثالث والعشرين من غسطس الحالي عن طريق نظام القبول الموحد والوسائل الإلكترونية الأخرى